يمكن خلال التسع أو العشر سنين اللي فاتوا أقدر أقولك بمنتهى الثبات والتأكيد والأريحية اللي قامت بي مصر خلال العشر سنين اللي فاتوا دور تاريخي لأجل قضيتنا المركزية فلسطين دور تاريخي لأنه لأول مرة نقدر نسبت وقف اطلاق نار لأول مرة نقدر نوقف الفصائل الفلسطينية كلها بجانب بعضها البعض على نفس دات الموقف نعقد مصالحة حقيقية ما بين الفصائل نقدر إن احنا نمنع العدوان على غزة زي ما سبق وحصل قبل كده في 14 نقدر إن احنا نجمع الفصائل هنا في مصر زي ما كان لسه حاصل على سبيل مثال آخر اجتماع اللي كان في يوليو في مدينة العالمين الجديدة خطوات كانت شديدة الأهمية دور تاريخي مهم جدا يشهد به الجميع الجميع سواء إذا كان من أشققنا العرب أو من واشنطن باريس برلين روما لندن إلى آخره عواصم ما يطلق عليها عواصم صنع القرار الدولي كل الناس دي كانت تجري اتصالات هاتفية مع فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي للثناء على هذه الخطوات شديدة الأهمية كل ده فصل مهم جدا من تاريخ مصر في احتضانها لقضيتها المركزية وهي الصراع العربي الصيوني في المنطقة وقضايا الشعب الفلسطين أما الوضع الراهن فمصر بتلعب دور أهم حتى من اللي هي نفسها لعبته خلال العشر سنين احنا بنتكلم على محاولات مصر للوصول إلى مائدة نجلس عليها جميعا وصولا لحل الدولتين فهتجد تقريبا تطابقات مع مشاهد خلال العشر سنين اللي فاتوا اللي هي ايه؟ هي فكرة انه كل زعماء العالم يتوصلون مع فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي انت شفت أنتوني جويترش تكلم مرتين مع كران نفس القصة تقريبا مرتين روسيا أمريكا إنجلترا إلخ 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 طبعا بجانب أشققنا العرب لأجرق كلهم تقريبا اتصالات بفخامة الرئيس اشتركوا في القناة